قوة الكلمة في مرة يسوع قال لبطرس ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد أجاب بطرس وقال له يا سيد قد تعبنا الليلة كله ولم نصلت شيء ولكن على كلمتك لأنك أنت تتكلمت ألقي الشبكة صادوا سفينتين تركوا كل شيء وتبعوا الرب يسوع المسيح مرة تانية شخص أممي رماني قائد رماني قائد المئة قال ليسوع لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي وفعلا اتكلم يسوع قال يسوع كلامي الكلام الذي أكلمكم به روح وحياة كلام يسوع في روح في حياة بيبث حياة جديدة كلام يسوع هو العلاج هو الطبيب هو اللي عالج قضية اليأس وعالج الإرادة وعالج الجسد فالمسيح قدم له شفاء متكامل لأنه كلمة أتريد أن تبرأ هل تريد أن تكون متعافيا متشافيا متكاملا شفى الجسد والنفس والروح وكمان شفى الإرادة ولاحظ في جدل المسيح مع اليهود على يوم السبت برج على نفس الحادثة في يسوع في آية 21 في يحن سبعة أجاب يسوع وقال لهم عملا واحدا عملتوا فتتعجبون جميعا لهذا أعطاكم موسى الختان ليس أنه من موسى بل من الآباء ففي السبت تختنون الإنسان فإن كان الإنسان يقبل الختان شف يعني عم بيستخدم سيفهم يسوع المسيح إن كان الإنسان يقبل الختان عملية جراحية في السبت لألا ينقض نموس موسى فتسخطون علي لأني شفيت إنسانا كله كله في السبت لا تحكم حسب الظاهر بل أحكم حكما عادلا